أولا بسم الله أحمد الرحيم نوف المقداد مدير عام لشركة ريمال اليوم تنحضر الواحد للحادث اللي هو تاريخي حادث اللي تجلى في إعادة فتح فم واد أمر ربيع هذا الواد للأسف الشديد تيعاني هذه لمدة أربع سنوات لأسباب لا داعي لذكرها ولا داعي لأن ندخلها في تفاصيلها اللي المهم هو اليوم نحن جينا والحمد لله رغم كل الصعوبات والإشكاليات جينا عازمين اليوم باش نميوا هذه المنطقة ونعودوا الحياة ونعودوا الحياة الطبيعية لما كان عليها من قبل الحمد لله كما شفتوا يعني الشركة كلها جندات جميع الأطور جندات جميع الإمكانيات ديالها لمن آلات لمن كفاءات اللي عندها لمن المهندسين يعني لمن تقنيين لجميع الأطور كلها كلها يعني متأبئة من أجل فتح الواد في أقرب الأجال بإذن الله وبردت نقول واحدة رسالة يعني للناس ديال المنطقة أن نحن ما غادش نبخلع اليوم حتى بشي جهد يعني من ناحية تنمية ديال المنطقة لأن نحن الهدف ديالنا هو تنمية وتنمية وتشغيل أيضا الساكنة ديال المنطقة وإعادة الحياة بطبيعة الحال هاد المنطقة اللي كمشتوا كين كسد اقتصادي اللي هو كبير كين نفوق الأسماك كين كارتة بيئية ليحلات بالمنطقة والأسف الشديدة الشيطال وإحنا اليوم بإذن الله تنوى عدو الناس والساكنة والجامعة والمدينة والمدينة أزمور بأن إن شاء الله غادش يكون أشياء ليجد إيجابية وفي صالح المنطقة والصالح الساكنة ونحن بطبيعة الحال جينا باش ننميوا الهدف ديالنا هو التنمية والتنمية اللي مفاتئة صاحب جلال الملك محمد السادس نصر الله يناشل بها اللي هي أساسية لتنمية كل فرط في المشامع ديالنا شكرا لكم اليوم الشركة مدماط واحدة اليوم تواصلي مجمعيات مجتمع المدني الساكنة ديال أزمور باش نصرحوا اليوم بزاف الحويش وباش نبينو اليوم حاجة أخرى النظراب بور فعلا وبتعليمات من الدكتور مصطفى عزيز اللي عطت تعليمات ديالو باش نحلوه على المشكل البيئي ديال المصب ديال الواد أم ربع وكما كتشوفوه استعداد على قدمين وساق نجمع المؤهدات مؤهدات موضة طويرة باش نبدأوا باش نحلوه على المشكل ديال الواد ودكتور مصطفى عزيز يعتبر هذي هذية الساكنة ديال أزمور لإننا احنا هذا استثمار احنا بدنا في هاد التحدي وغادي نمشوفه إن شاء الله وغادي نوصلوا الهدف المنشود اللي عادي يفرح الساكنة ديال أزمور المشكل اللي منين بدأ بدأ منهار وزارة جيز الغات العقد اللي كان تيربطنا معها من طرفين واحدين من جيتها هي اللي غالضين في المسياق والله أعلم احنا ما عرفناش ذاك القرار اللي اتخذ ودقينا ناقص الخطر في الداخل وقدنا ناقص الدراع يدخل خوال الكاري طبيعية في زمور وعادي تقتلهم دينا على قددوا ودال دراسة علمية وقدمنا ولكن في الأخر كانت الأدن مع كينش سريع الجعنا القضاء الحمد لله أنا تقول الحمد لله اللي بقى شي حاجة فالبلاد خدامة القضاء نازل ونصفنا ارتدائيا واستئنافيا وحنا الحمد لله بحكم دابا ذاك الحكم قضائي قطعي لربحات ودرابور نخدمين تنخدمون وطن دينا ودرابور شركة وطنية مواطنة عندها كفاءات عادي نقوم بحل لهذا المصب لنبرهنها للجميع لأن هذه الشركة وطنية ومواطنة وتغيير على البلاد دينا المغرب وتغيير على مدينة أزمور التاريخية وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم معكم على القضاء الوادي قضاء مستشار بجماعة سيد المحمدوش ورئيس لجنة المرافق العمومية المعدات نحن استبشرنا خيرا بقضاء الشركة والشركة وخبرتنا بأنها تغيير عملية الجرف وهو لا بديلة لفتح مصب أم الربيع إلا عن طريق عملية الجرف جربنا وشفنا المديريات الإقليمة الجهيز بالجديدة جابت الآليات دولها جابوا تفتحوا وتفتحوا وحلا تتكبلوا لا تتفتح الغديم اللي كتجي في المد ترجع كما كان الحمد لله الآن كان لدينا حيف بالنسبة للمنطقة والأبناء المنطقة من اللي ستترجع الروح للنهر المصب ستتحل المصب وتترجع الروح للبيئية والإيكولوجية لأن نحن ستستفيد والمواطن بالدرجة الأولى أما بالنسبة للعائدات والمجلس الجامعة المحندوش كانت شركة هي من بين أهم المداخل الجامعة المداخل الجامعة إذن هنا سترجع لنا الميزانية ستنتشر الميزانية المجلس اللي هي ميزانية ضعيفة 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 بزاف ما عندناش سوق أسبوعي ما عندناش مداخل أخرى ما عندناش إلا مع جمعية المجتمع المداني وهذا وعد منهم نحن نتبعو نحن نتبعو ونزال نتبعو الأمور ونتمنى خير المنطقة ونتمنى المصاب يتفتح وترجع الحياة كما كانت سابقا شكرا السلام عليكم عبدالربي أمين شيتو المنصة للتنسائية القيوة المدافعة عنا اليوم دراسيدة وشركة دراعبور جينا بدعوة منها من أجل الوقوف على تنزيل الآليات دراقا 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 من أجل فتح الواد الأمر ربيع لمدة أربع سنين لخلفات كواريد طبيعية ونفوق الأسماك كواريد بيئية اقتصادية اليوم نحن نتنسى عودة للحياة الطبيعية وأيضا تكون واحد توافد للصوار الضرح للعيشة البحرية ومدينة أزمور وضيفة في الواد لتم إغلاء وخلوا الكواريد منها الرائحة الكارهة ونفوق الأسماك وغياب أيضا الصيادين التعليديين شكرا موسيقى موسيقى